هل في ظل التوسع الدولة اللي بتعمله النهاردة وعدد سكان بيزيد وعندنا مدن جديدة بتزيد وعندنا منشآت بيزيد هل بتتوسعه في عمل الهيئة وهل عدد القضاء اللي موجودين في الهيئة عدد كافي ولا لا هل موجودين في سيناء مثلا في شمال سيناء زي أنا كنت هناك من حوالي شهر وشفت مقر محكمة شمال سيناء رجع تشتغل وشعر العقار رجع هل موجودين ولا لا والله هيئة قضاء الدولة بتغطي بفروحها ومقراتها جميع عن حق الجمهورية كل محافظة حاليا كان الاول فرع واحد دلوقتي يبقى فرع واثنين وثلاثة فرع اول فرع تاني فرع تالت نتيجة القضايا زادت نتيجة العداد التعينات عندنا زادت فاحنا لازم نتوسع ونفتح فروع وفروع على اعلى مستوى في الصعيد ساعدتك هنفتح لأيام الجاية أنا رايح في 17-10 الفيوم هنضع حجر اساس هناك برضك الصرح جميل له هيئة قضاء الدولة وهنروح من السويف وهنروح اصيوت السوهاج شرفونا في السوهاج بنفتتح اماكن جديدة عشان العداد الجديدة نستوعبها زاد عداد القضايا وبعند سياسة الدولة دلوقتي العدالة النجزة لازم اقرب بمعنى ايه؟ لازم اقرب الخدمة للمواطن ما خلوش يلقى مشقة واحد من الصعيد يجي رفع على قضية هنا قدام الدم حكا بسهل حتى على المتقاضين بسهل تسهيل اجراءات التقاضي والعدالة النجزة من اهم من المبادئ اللي الدولة بتاسع لها والرئيس عفتاح السيسي عفتاح السيسي نعم كان حريص كل الحرص على مبدأ تقريب التقاضي للمواطن لما سياتك قابلت الرئيس عفتاح السيسي فول الاجتماع بعد تكليف حضرتك بهذه المهمة العظيمة قال لي حضرتك ايه؟ والله يعني اول ما خلصنا حلف اليمين فكان اول حاجة قالها موضوع التحول الرقم والاهتمام بالرقمنا والاهتمام بان القضايا بحث القضايا ما يبقاش نمطي زي زمان نعم عن طريق الاوراق والمجلدات لا نعم في حاجات زكاء اصطناعي اللي هو يجيب لما يكون عايز الحكم نعم هيجيبه نعم مادة معاني احكام استقرت عليها القضاء بيجيب الحكم لو عايزه هو احد فاهتم جداً بموضوع الرقمنا اهتم جداً بموضوع التقريب تقاضي المواطن اهتم جداً بموضوع العدالة الناجزة نعم لازم يو عندنا اوفيه على فكرة احصيات تعليمات دلوقتي ان في احصيات كل تلات شهر بتروح للرئاسة عن القضايا اللي اترفعت وعن القضايا اللي اتفاصل فيها كل تلات شهور اه كل تلات شهور بيستخلصوا بسرعة اه